بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي طلبات وطلبات الصف الخامس الابتدائي يارب تكونوا بخير النهاردة حلقة مراجعة على الدرس التالت الوحدة الاولى طبعا احنا عندنا تلات دروس في الجبر زي ما قلنا وعندنا درسين في الهندسة طبعا احنا هنخلص دلوقتي المراجعة والمرة اللي جاي ان شاء الله نبدأ في شرح مادة الهندسة وهي عبارة عن درسين الدرس الاول والدرس التاني في الوحدة التالتة لو جالي سؤال قال لي اكتب بطريقة السرد ومثل على خط الاعداد عندنا مثلا السين بتساوي الالف بس الالف دي تعتبر تنتمي للايه للطا واحنا قلنا طالما تنتمي للطا بايه ممكن تبقى صفر واحد اثنين الى ما لا نهاية بس هنا ايه داني شرط قال لي ان الالف دي بتقع بين الصفر وايه الاربعة في الحالة دي يبقى احنا هنمسل خط الاعداد عادي ونرسم كده خط مستقيم يبدأ من الصفر والواحد والاثنين والتلاتة والاربعة ونشوف الالف الالف موقعها فين ما بين الصفر والاربعة معنى كده يا حبيبي ايه ان احنا ما ناخدش معانا الصفر ولا ناخد معانا الاربعة وتكون النتيجة بتاعتنا بالشكل دويه هيكون عندنا ادي خط الاعداد صفر واحد اثنين تلاتة اربعة وتبقى سين كام واحد واثنين وتلاتة لانها تقع بين الصفر والايه والاربعة بعد كده بيقول لي صاد بتساوي الف بس الف ايه بتنتمي للطابردو اللي هي مجموعة الاعداد الطبيعية وفي نفس الوقت الالف اكبر من او يساوي تلاتة اكبر من او يساوي تلاتة يبقى معنى زي لك ان احنا ناخد معانا ايه التلاتة واللي بعد كده بعد تلاتة اربعة خمسة ستة وهكذا بس هكذا دي ايه يعني الى مالة نهاية يبقى نختار بقى عندنا الارقام اللي بنمثلها تلاتة واربعة وخمسة وطالما مش محدد لحد معين يبقى اجي اعمل السهم بالشكل ده كده الاخدر ده والى مالة نهاية يعني هو ده بيعبر الى ايه مالة نهاية بعد كده بيقولك العين بتساوي الالف بس الالف برضو بتنتمي للطه والالف هنا ايه اقل من الستة طب اقل من الستة يا حبيب هتبقى ايه هتبقى ممكن صفر ممكن تبقى واحد ممكن تبقى اتنين تلاتة اربعة خمسة بس ما ناخدش اكتر من كده لانه هو ما خدناش الستة معنا طب ليه لانها اقل من ايه من الستة وتبقى الاجابة بتاعتنا بالشكل ده هنعلم بس على ايه لغاية الخمسة وخلاص على كده يبقى احنا كده مسلناها على خط الاعداد ودي طريقة السرط بقت ايه صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة نراجع مع بعض ده سؤال كان جاي في كتاب الوزارة طبعا امتحان ما بيخرجش عن الاطار دوت وطبعا الامتحان الجديد اللي هو المجمع بيبقى كله اختيارات والاختيارات دي لازم تبقى انت فاهمل برضو الدرس والمنهج بتاعك كويس عندنا تسين بتساوي واحد واثنين وتلاتة وخمسة لو اقل مسلها لي على خط الاعداد يبقى شكلها ايه يبقى هنمثل كده هنعمل خط المستقيم وهنكتب من سفر مسلا لستة او سبع او تمانية ونعمل عنده كل رقم نقطة تمام او هنا السفر هنسيبه لانه مش ذاكر للسفر هو ذاكر الواحد يبقى نعمل عند الواحد والاتنين يبقى نعمل نقطة عند الاتنين تلاتة نعمل نقطة عند التلاتة اربعة مفيش اربعة يبقى ايه نسيبه للاربعة وعند الخمسة نعمل نقطة ونوصلهم ببعض بالشكل ده عندك بعد كده بيقول لي مجموعة الاعداد الطبعية المحصورة بين طالما قال للمحصورة بين او ما بين يبقى في الحالة دي بنسيب الرقم الاولاني والرقم الاخير وناخد الارقام اللي بينهم طبعا ما قال المحصورة بين يبقى ناخد الارقام اللي بينهم الارقام اللي بين واحد والاربعة كم اللي هي رقم اتنين ورقم تلاتة بعد كده طبعا ده السؤال مع الاجابة في نفس الوقت عشان تبقى عارفين المجموعة الاعداد الفردية ايه المجموعة الاعداد الفردية اللي هي واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة بس احنا مش هنقض نكتب كل الارقام لانها اصلا مجموعة الاعداد الفردية ديت هي من ضمن مجموعة الاعداد الطبعي دي برضو الى مال نهاية يعني ممكن يكون مسلا رقم الفردي تسعمية تسعة وتسعين مش هنقض نكتب لجاية تسعمية تسعة وتسعين وهكذا طبعا الارقام اكتر من كده بكتيره الى مال نهاية في الحالة دي هنختار الارقام الفردية السفر طبعا هنسيبه ونبدأ ايه من رقم واحد نعمل عليه نقطة كده بالشكل ده وبعد كده نسيب الاتنين لان ده رقم زوجي عدد زوجي وبعد كده نروح للتلاتة نعمل نقطة ونسيب الاربعة ونروح عند الخمسة نعمل كده بس عشان احنا عارفين ان الارقام دي او الاعداد الفردية دي الى ما لا نهاية فنعمل الشكل بتاعنا كده السهم بتاعنا في اتجاه اليمين والى ما لا نهاية عندنا سؤال تاني برضا اهم بيقول لي لو السين بتساوي صفر واتنين وتلاتة مسل لي السين على خط الاعداد هنيجي برضو عند الصفر واللي اتنين والايه والتلاتة ونمثلهم عند خط الاعداد ونوصلهم ببعض بالشكل ده ولو قال لي مثل مجموعة الاعداد الزوجية احنا عارفين الاعداد الزوجية بتبدأ منين بتبدأ بداية من الصفر وطبعا هنتجهل الارقام الفردية وطالما اقلل مجموعة الاعداد الزوجية معناها وسيكت كده معناها الى مالة نهاية يبقى لازم نعمل السهم بتاعنا كده ونعلم فين بقى عند الصفر وعند الاتنين والاربعة والستة لايه الارقام الزوجية ونوصلها ببعض بالشكل ده سؤال تاني بيقول لي مثل على خط الاعداد السين اتحاد صاد طبعا السين بتساوي هنا مدهالي واحد واثنين وتلاتة وخمسة والصاد خمسة وستة وسبعة طيب احنا قلنا قبل كده ان احنا في الدرس اللي فات بنتجاهل الارقام الايه المتقررة بناخد بس ايه الرقم المقرر ده مرة واحدة بس يعني لو في المجموعة دي فيه مثلا الخمسة وهنا في المجموعة دي اصاد فيه خمسة يبقى هناخد خمسة بس طيب نمثل على خط الاعداد اول حاجة نرسم الخط المستقيم بداية من الصفر بعدين طبعا يبقى الواحد والاتنين والتلاتة والاربعة الى مسلا تمانية او تسعة او عشر يعني نختار دايما لغاية السهم لغاية رقم مسلا ما يكونش يعني ما يكونش اكبر من اي رقم من ارقام من اكبر الرقم من الموجود برة ده يعني هنا لو قلنا واحد اتنين تلاتة خمسة وهنا خمسة وستة وسبعة يعني نعمل شوية لغاية ايه التمانية مثلا هو ايه اللي بعد السبعة وعملنا التقاطع ازاي نيجي بقى لموضوع التقاطع موضوع التقاطع دي حبيب هنشوف يعني بيتقاطعوا في ايه يعني بيشتركوا في ايه هنا بيشتركوا هنا واحد اثنين تلاتة خمسة. يعني خمسة وستة وسبعة فين الرقم المسترك اللي بينهم الرقم المسترك اللي بينهم اللي هو خمسة. يعني هنا بنقول سين تقاطع صاد اللي هي كام اللي هي خمسة. طيب يبقى الاتحاد بنجمعهم مع بعض ونشيل الارقام نحزف الارقام المزدوجة نحزف رقم منهم يعني اللي هو منتقرر نشيل منه رقم. يعني هنا هتبقى في الاول ايه? يبقى الحل بتاعنا سين اتحاد الصاد يعني الاتنين مع بعض ونشيل منهم ايه? المتقرر. اللي هو المتقرر هنا كام خمسة. بقت واحد اتنين تلاتة خمسة. بس الخمسة ما ناخداش معنا تاني. عندنا ايه هنا? الستة والسبعة ناخدهم معنا. ووصلناهم ببعض. والتقاطع في ايه? في الرقم المشترك. نيجي للسؤال اللي بعد كده. بيقول لك لو عندك مجموعة الاعداد الطبعية محصورة بين واحد واربعة. طيب لما قلنا محصورة بين او تقع بين او ما بين يبقى في الحالة دي هناخد الارقام اللي بين الواحد والاربعة هي كام اللي هي الاتنين والثلاثة. طيب لو قال لي مجموعة الاعداد الطبعية الاقل من اربعة. هنعمل الخط المستقيم بتاعنا ونبدأ من الصفر. طيب لو قال لي مجموعة الاعداد الطبعية نبدأ من اين? من الصفر. ونقول ايه? واحد اتنين تلاتة. ونقف لغاية التلاتة اللي هو بيقول لك الاقل من اربعة. اللي بعد كده بيقول لك مجموعة الاعداد الطبعية الاكبر من او تساوي اربعة. يبقى في الحالة دي لازم ناخد معانا الايه? الا اربعة. وبنكتبها ازاي? بنقول انها السين هنا بتكون اكبر من او يساوي اربعة. والسين ايه? بتنتمي لمجموعة الاعداد الطبعية. ده الشرط. الاكبر من اربعة تبدأ من اربعة. بعد كده خمسة ستة سبعة تمانية وهكذا. يبقى في الحالة دي نعمل السهم بتاعنا. طالما هو مش بديني شرط تاني يوقفني عند رقم معين. يبقى اكمل اتجاه اليمين زي ما انا عامل كده الايه? السهم. اللي بعد كده بيقول لك ما تسلي على خط الاعداد كل من المجمعات التالية. دي مجموعة المجموعات يعني التالية. سين بتساوي مجموعة الاعداد الطبعية الاقل من ستة. والصاد مجموعة الاعداد الزوجية. وبعد ما تعمل دي ودي بعد ما تجيب قيمة الصين. هتجيب قيمة الصاد. وتبدأ تحل الايه? المطلوب منك. اللي هو صين تقطع صاد. وسين اتحاد صاد. وسين ناقص صاد. طيب. اول حاجة المسأل على خط الاعداد. عندك الصين زي ما احنا تشايفين. بتساوي ايه? صفر وواحد واثنين وتلاتة واربعة. ونقف عندي ايه? نكمل الخمسة وما نكملش بعد كده لانها اقل من كام? اقل من ستة. نشوف بعدها كام? عايزين الصاد. قال لك مجموعة الاعداد الزوجية. يبقى برضو الاعداد الزوجية بتبدأ منين? بتبدأ من الصفر. هتبقى صفر اتنين اربعة ستة تمانية. وبعد كده هنجيب ايه? السين تقاطع صاد. عندنا السين تقاطع صاد بيتقاطع في ايه? عندنا الصفر. وعندنا هنا الواحد واللي اتنين والتلاتة والخمسة او اتنين والتلاتة واربعة وخمسة. الصاد كام? صفر واتنين واربعة وستة والتبانية اللي ايه الاعداد الزوجية. نشوف النتيجة بتاعتنا هتكون ازاي? اولا احنا بعد ما جيبنا قيمة صين وصاد مسلناهم على خط الايه? الاعداد. الصين اهو صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ووصلناهم ببعض. والصاد هتبقى الصفر واللي اتنين واللي اربعة والستة. نشوف بقى بقية الطلبات. اول حاجة السين تقاطع الصاد. بتتقطع معها في ايه? اول حاجة. السفر. اول رقم اللي هو ايه? السفر. السفر هنا متكرر. هنا صفر وهنا صفر. يبقى ايه? نشطب واحدة. وبعد كده الواحد. يبقى الصفر. ننزله. ونكمل. عندنا بعد كده ايه? الواحد. الواحد موجود. وبعد كده الايه? اللي اتنين. اللي اتنين متكرر. يبقى لازم نشطب منها واحد. وعندنا بعد كده التقاطع. احنا مفروض كنا بدقنا هنا بالتقاطع بس نكمل بقى. عندنا بعد كده التلاتة. التلاتة ايه? يبقى اول حاجة الصفر. بعد كده الواحد. بعد كده الاثنين. ده الايه? اللي هي السين. التحاد للصوت. بناخد الارقام كلها ونشيل الرقم من الرقمين اللي هي المتقررين. من الارقام المتقررة. عندنا التلاتة. هنا مفيش تلاتة. يبقى اهي. تلاتة. عندنا الاربعة. الاربعة متقررة تحت. يبقى نشطب الاربعة ونخلي اربعة واحدة. بعد كده عندنا الخمسة تنزل. اهي. نعلم عنيها الخمسة. بعد كده عندنا الستة. اهي. الستة. وعندنا بعد كده السبعة والتمانية. طبعا هناك في السين. هل في ستة? لا. يبقى نتجهلة. في التمانية برضو مش موجودة. يبقى نتجهلة. احنا ناخد بس الارقام اللي بتتحد مع بعض. بيتوحدوا مع بعض فين? بيتوحدوا مع بعض في الصفر والواحد والاتنين والتلاتة والاربعة والخمسة. ولغاية ايه مش هتبضل الارقام الايه المتقررة. طب. الستة بقى والسبعة والتمانية لازم نعمل بيهم السهم الايه اتجاه اليمين ده. يعني احنا بنمثلهم عادي على خط الاعداد. بس بنكمل بايه بالسهم بالاتجاه ده. ويبقى السين التحت صاد? هي عبارة عن صفر والواحد والاتنين والتلاتة والاربعة والخمسة والستة. ونحط التمانية. بس ايه? الى مالة نهاية. لازم نحط النقط دي. بعد كده عايز السين تقاطع للصاد. السين بتتقاطع مع الصاد في ايه؟ السين نشوف دلوقتي بتتقاطع مع الصاد في ايه؟ الارقام المشتركة. اول رقم المشترك? اللي هو الايه? السفر. اهو هنا في سفر. وهنا في سفر. الواحد مش مش مشترك. بس الاتنين مشترك. اهو ادي الاتنين. ادي الاتنين. ونعلم عند الاتنين. التلاتة مش مشترك. الاربعة مشترك. يبقى ناخد معنا ايه؟ ناخد معنا الاربعة. الخمسة مش مشترك. ونعلم كده عادي. عند السفر. وعند الاتنين. وعند الاربعة. الارقام المشتركة. ونمشي بالسهم من اتجاه الايه؟ كده نعلم من ايه؟ من اتجاه اليسار لليمين. في جزء بقى بيقولك انا عايز السين فرق صاد او ناقص صاد. طيب. في الحالة دي هنعمل ايه؟ في الحالة دي هنشوف الارقام اللي موجودة في السين بس مش موجودة في الصاد. طيب ايه هو؟ اول الحاجة اللي هو السفر موجود في الصاد. يبقى خلاص ما ناخدوش. الواحد. الواحد مش موجود في الصاد. يتبقى معانا الواحد. يبقى ناخد الواحد معانا. الاتنين موجودة في الصاد. يبقى ما ناخدهاش. التلاتة مش موجودة في الصاد. يبقى هتكمل معانا. لانها موجودة. لو احنا موجودة التلاتة في الصاد هنترح تلاتة نقص تلاتة بصفر. زي ما احنا عملنا في الواحد اه زي ما احنا عملنا في الصفر والصفر. طب بعد كده عندنا الاربعة. الاربعة موجودة في الصاد. يبقى ايه؟ نشيلها هي كمان ما ناخدهاش معانا. الخمسة مش موجودة في الصاد. يبقى في الحالة دي ناخد معانا الخمسة. وخلاص على كده يبقى انتهينا. يبقى سين ناقصات بتساوي الواحد والتلاتة والكام والخمسة. وبكده يا عزائي نكون خلصنا اه مراجعة على الدرس التالت. وهو التلات دروس دولات هما اللي مقررين علينا في الجبر. وان شاء الله المرة اللي جاية هنبدأ الدرس الاول في الهندس. هيبقى فاضل لنا كده. مرتين بالاضافة لفيديو او اتنين كمان. علشان خاطر نراجع ونحل اسئلة مع بعض. تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح. وطبعا اللي اول مرة يشوفني او يتفرج على القناة. ما تنساش تعمل سبسكرايب. تشترك في القناة. وتفعل الجرس وتختاره الكل. تعمل لايك للفيديو وتعمل شير. عشان اكبر عدد ممكن يستفيد منه. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق. معكم مستر اسامة الهادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.